السلام عليكم يا شباب ان شاء الله سوف نتحدث عن طبق جديد اسمه ده دسترين الثياري دسترين الثياري فكرته بتقوم حوالين ايه؟ خيال معي كده ان انا صاحب شركة ومسلا في زروف زي بتاعت الكورونا ديت وبفكر اعمل فاكتري عشان بعمل المسكات بتاعت الدكاترا او المسكات اللي حن نلبسها او علب الديتول او علب الكحول بفكر دلاتي اعمل بلزما للظروف اللي احنا فيها دي والفوتشر دماند على البرودكس دي خيب اعمله اعمل ازاي؟ خلنا بفكر اعمل دلوقتي فاكتري فاكتري ده يكون الحجم بتاعه عد ايه؟ عشان يقدر يوفي الديماند او الفوتشر دماند اللي جايدة فانا قدامي ألترنتيفز قداني ممكن يكون مثلا حجم الفاكتري ممكن يكون بجيب ماشينز معينة وانا بحاول اختار الافضل في الالترنتيفز اللي قدامي دي البديل اللي قدامي دي اختار اني واحد بالنسبالي عشان اقدر اواجه الفوتشر دماند او الانفيرومنت اللي انا داخلها دي عشان طبعا اقدر اوصل لايه؟ لاعلى pay off اعلى عائد يعني دي انا بتداره على اكبر بروفت فالبروبلم بيجيلك في شكل حاجة اسمها pay off table بيبقى فيه alternatives اللي انا بختار منهم بشوف مين افضل بديل في دول اعمل ايه بالظبط اعمل مثلا فاكتوري حجمه كبير large factory او small factory او moderate factory او medium factory ابتدي اشوف ايه البداية اللي انا هاختار فيها طيب وايه بقى الcolumns ايه بقى اللي بقى موجود في التابل تاني columns ايه اللي موجود فيها ده future demand ده بقى اللي انا هوجه هل ال demand على ال product بتاعي ده هيكون مثلا high, moderate, low وطبعا بيبقى ال problem واضحة دهاتي هنجيب لك example وانتش راح نشوف الفكرة بتاعتها طيب الطابق تانا مش عايز حد يبقى الان منه انه طابق سهل جدا يعني ممكن تروا انت السؤولته هتستسل انت هتحلى عليه بس الموضوع اللي يعني بسيط نركز فيه ان شاء الله هنوصل معا للاخر طيب اول حاجة دلوقتي اذا ما انتلك لما يبقى عندي فيه alternative بس انا بختار فيها اكيد هيبقى دامي demand او future demand احتى ما نسميه future demand او نسميه environment او ال environment اللي احد دخلين دي شكلها عمل ازاي فانا باخد decision اكيد باخد بالي كويس اوي انا الظروف البتاعتي او لنا حاليا بختار decision بناء على ايه فانا عندي فيه types في decision بتاعتي لما اجي اخدها لازم باخد بالي كويس اوي انا باخد كرار في اني فترة في اني وقت طيب هنا بيبيلي ايه types of decision based on its environment يعني ايه الكلام ده اول حاجة عندك حاجة اسمه decision making under certainity يعني certainity يعني متأكد مليون في المية من كل ال information اللي عندي يعني انا عارف شكل demand عارف ال customers هيكونوا مين عارف هل انا يعني محتكر السوى لا لا هل مين هم المنفسين ولو انا بنيت فاكتوري معين بحكمه معين هيبقى الظروف ايه عارف كل التفاصيل المحيطة بيه طيب ايه يعني ممكن يبقى عندي decision making under uncertainty uncertainty يعني المراد يبقى uncertainty يعني انا مش متأكد من ال information اللي عندي انا ما عارفي شكل future demand شكل وعمل ايه طبي مستحيلة بقى عارف ال demand هيبقى ال product بتاعي يقديه هل انا يقدر ابيع كل ال product بتاعتي ولا فيها كمية تدأث بقى عندي ما في فضله uncertainty انا مش متأكد انا مش عارف ال future demand شكل وعمل ايه طيب ثابقى التانية decision making under risk احنا لسه مش عارفين هناخد الكلام دي ولا لا بحسابولك ال types بتاعتنا و decision making under conflict والconflict دي فيها 2 points multi criteria decision making والgame theory لسه مش عارفين احنا هناخد كل الطابق دي ولا لا بحسابا انا رصصهم لك تحت بعض لو الدكتور شرحتهم هناخدهم كلهم لو الدكتور شرح جزء معين هنشرح الجزء اللي تشرح طيب احنا هنه نارضا هنشرح اول اثنين اللي هو decision making under certainty و decision making under uncertainty و decision making under uncertainty هنمسك اول part اللي هو decision making under certainty طيب زي ما قلتلك هاي بقى عندك حاجة اسمها pay off table table ده بنسمي pay off table زي ما قلتلك بقى عندي alternatives دي الرو بتاعتي انا عايز اختار واحد من دول اول اشوف مين الافضل من دول انا عندي small factory medium factory large factory وعندي هنا في الكلام حاجة اسمها possible future demand انا ال demand بتاعي هيكون على ال product بتاعي ده شكله قد ايه هل هو low هل هو moderate هل هو high طيب والنبذ اللي في النص دي ايه عبر عن ايه يا شباب ده pay off يعني pay off يعني يعني عائد يعني profit هيجيلي يعني ايه الكلام ده يعني لو عملت small factory وطلع ان ال demand بتاعي على ال product او ال demand الموجود في الماركت على ال product بتاعي طلع له ال pay off اللي هيجيلي 10 million لو انا عملت small factory وطلع ال demand moderate هيبه future او ال pay off بتاع ال product بتاعي ال pay off اللي هيجيلي على ال product بتاعي 10 million ولو small و high 10 طيب لو انا عملت medium factory وال feature ده ما انتلع له هيبه عندي 7 ولو medium و moderate هيبه 12 medium و high 12 and so on large factory ولو هيبه negative 4 اللي بقى لك between bracket دي يعني بال negative هنا 2 وهنا 16 طيب احنا نواتي بنتكلم على ايه شباب انا عايز اساعد صاحب اللي نو هياخد قرار يعمل اني من دول طيب وايه Really GO او او اه او او اشري انا انا ااخد قرار اه انى زروف هاني خلي بالك قولنا undergraduate متأكد من وتأكد من ajنا مثلا أنا حالياً بعمل شركة بتاعت هدوم لبس هل دلوقتي مثلاً في ظل الصروف بتاعت الكورونا دي مثلاً هل دققت مناسبة لأنا أفتح بروجيك جديد عن الفاشن والهدوم هل الناس فاضية تنزج تشتري هدوم وتخرج الناس أصلاً قاعدة في البيت محبوس فأكيد أنا لو عملت حاجة زي كده أنا متأكد الدمان بتاعي يكون شكل عاملي زي لو أنا متأكد طيب لما بجأ حالي البرابلم أندر سرتيتي أنا بقسم الفيوتر دمان بتاعي على كذا مرحلة يعني هو بيقولي مرة لو مرة مدرت مرة هاي ليه مرة لأن أنا متأكد أنا عارف هيبشكل عامل إزاي فأنا بقسمها على مراحل فأنا أول حاجة أقول if the demand is low يعني is low يعني مش شايف خلاص السناريس دي لا المدرت ولا الهاني يعني فقط بمشي على الكلام دلوقتي أنا عارف لما أعمل مصنع بتاعي دوم أو ملابس أو بتاع فستين أفراح هل يبقى في عندي demand على البرودك ده؟ أكيد لو هيبقى أكيد متأكد ما هو يبقى ضعيف جدا طيب فهو الآن بيقول لي انت شايف إيه أنصب قرار في ظل الظروف دي في ظل الأنفيرومنت دي هل أبقى أختار small factory medium factory ولا large factory أعلى هنا pay off يا شباب في بالنسبة لل low أعلى pay off عندي هو 10 million يبقى أفضل قرار عندي في الوقت ده إن أنا أعمل إيه؟ أختار small factory خلي بالك يا شباب أنا حاليا بيتكلم على اللو أعلى pay off هنا عندي 10 يبقى خلاص وقتها روح قايل إن 10 دي هي الأعلى pay off وده شامتاني أنا أعمل إيه شباب إنا أبني small factory بس هو ده الأنسر choose to build a small factory with a pay off 100 أو sorry 10 million بس كده موضوع بسيط بزيادة طيب هقول طيب إيه بقى the demand is moderate أنا حاليا بقى بتكلم لو demand كان moderate إيبقى أنا لا شايف اللو ولا لا شايف ال high وقتها هعمل إيه شباب برضو هختار أعلى pay off عندي فين أعلى pay off عندي ال 12 في السيناريو بتاع moderate ده أعلى pay off 12 فأنا هاختار ال 12 وهقول إن شامتاني is to build a a median factor median factor with pay off at the 12 million موضوع بسيط للغاية طيب لو بقى if the demand is high ده او high زي ما قولنا مثلا شغالين دلوقتي على الكمامات أو بنشتبع على الكحول فأنا عملت بحاجة زي كده أكيد ده ما ده هكون هاي بزيادة لأنه هو ده اللي شغل دلوقتي فأجي أعمل إيه هقول هدور على أعلى pay off 10 12 16 يبقى أفضل حاجة large factor يبقى 16 لأعلى pay off choose to build a large factor with a pay off 60 million طيب الكلام ده إمتى يا شباب خلي بالك ده لو أنا عندي 30 30 30 بكل الانفرميشن اللي عندي أنا متأكد من كل حاجة أنا عارف إن مفيش حد غري في الماركت أنا عامل بنابلي للبرودك ده أنا عندي حاجة مميزة فيه فأيكيد هيبقى demand high أنا عامل حاجة مكررة كتير جدا ومعنديش حاجة مميزة في البرودك هيكون low أو عامل حاجة مش في وقتها أو مش مناسبة للفترة لنا فيها فأيكيد هيكون low فتبقى أبقى أعرف future demand شكله عامل إزاي طبعاً ده بيبقى الموضوع قليل قوي وصعب إنه بيحصل على طول طيب إيه بقى point number two لشان making it under ترجمة نانسي قنقر